ومع قرب نفاذ الإمدادات الروسية بعد أكثر من عام أعلى الحرب في أوكرانيا تشتبه مصادر أمنية عدة في أن إيران تشحن الذخيرة إلى روسيا لمساعدتها في تجديد مخزوناتها مصدر أمني تحدث لوسائل العلام بريطانية حول تورط سفينتين شحنة في نقل الذخيرة من إيران إلى روسيا قائلا إن السفينتين يطلق عليهما موسى جليل وبيجي وكلتاهما تبحيران تحت العالم الروسي قال المصدر إن إحدى السفينتين غادرت إيران من العشر من يناير والأخرى في الثاني عشر منه وأن السفينتين كانت تحملان نحو مئتي حاوية شحن مليئة بالأسلحة شركة تعقب الشحن البحري مارين ترافيك حددت موقع السفينتين في ميناء أميرا بادر إيراني على بحر قزوين في التسع من يناير كما أظهر الصور الأقمار الصناعية من اليوم التالي أن إحدى السفن كانت لا تزال في الميناء وفي الثاني عشر من يناير أكد المصدر وفقا لبيانات التتبع توقف السفينتين قبالة سواحل ترك منستان لبضعة أيام ثم تحركت السفينتين عبر بحر قزوين وصولا إلى ميناء أسرخان الروسي في السابع والعشرين من يناير وبقيت السفينتين في الميناء لعدة أيام قبل مغادرته في الثالث من فبراير وفق لبيانات التتبع وبالنسبة لحمولة السفن ذكر المصدر أن الشحن تتكون من حوالي 100 مليون رصاصة بأحجام مختلفة لاستخدامها في أسلحة كالمسدسات والبناطق الهجومية والرشاشات قال المصدر أن السفن كانت تحمل أيضا حوالي 300 ألف قضيفة وقنابل يدوية وقضى إفهاون بأحجام مختلفة بالإضافة إلى ما يقرب من 10 ألاف سترة واقية من رصاص وخوض المصدر أشار إلا أن روسيا تدفع ثمن الدخيرة نقدا لتتجاوز العقوبات الغربية عليها متجاهلة العقوبات المفروضة على إيران تأتي المساعدات الإيرانية هذه بعد أنباء سابقة تحدثت عن تزويد طيران لموسكو بمئات الطائرة المسيرة التي لعبت دورا في تدمير البنية التحتية في أوكرانيا